بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كرامتنا المهدوية هذه المرة من تركيا من عائلة عراقية مختربة في تركيا تقول نحن عائلة ومجموعا أخوة متزوجون ونعيش في بيت هناك المشكلة وقعت أنه في يوم من الأيام جلست إحدى الزوجات التي هي زوجة لأخي زوجي وقالت بنص العبارة بأن الذهب الذي هو كان في غرفتها قسرق الذهب الموجود في غرفتها قسرق النتيجة أنه كان في ليلة سابقة قبل أن يسرق كنت أنا آخر من دخل إلى غرفتها لأخذ بعض الحاجيات نتيجة اختلافات بسيطة بيني وبينها اتهمتني فورا بأني أنا السارقة جاء زوجي وجاء أخوه والأخ الأخر وبدأوا يتكلمون إلى غير ذلك زوجي يدافع المهم إن زوجتك هي التي قسرقت النتيجة بأن أخ زوجي قال لا باس لكي نسكت هذا الأمر ما علينا إلا أن نفتش الغرفة زوجي أصبح عصبيا كثيرا وقال بأن هذا يدل على عدم الاحترام تتهمون زوجتي بالسرقة إلى غير ذلك فأنا وافقت لأني متأكدة بأني بريئة قاموا بتفتيش الغرفة وليس يعني بالأمر الطبيعي وكأنما لجنة تحقيق دخلت إلى الغرفة لجنة تفتيش بدقة قلبوا كل شيء ولم يجدوا شيء بقي الاتهام بأنه ماذا بأنها قد خرجت يعني في ساعة مبكرة من الصباح وكنت حقا خرجت في ساعة مبكرة لأجلب بعض الحاجيات إلى فطور الصباح فقالت إذن هي قد ذهبت إلى أحد صديقاتها ذهبت إلى مكان معين وأخفت هذا الذهب ماذا أفعل بهذه الصورة؟ سبحان الله كل يعني ما في الأمر يدل على أني قد دخلت إلى غرفتها ليلا أخذت بعض الحاجيات التي كانت لي في الأصل يعني وهي قد أخذتها مني ولكن هناك خلافات بسيطة والظاهر بأنها كانت تكون الحقد لي في قلبها وأنا لا أعلم وخرجت عند الصباح وجئت إلى البيت فقالت إذن الذهب هي قد أخرجته لأحد صديقاتها كيف أظهر بأني بريئة في هذا الموضوع؟ سكت زوجي وسكت أخوه احتراما لأخيه وإلى غير ذلك وقالوا نبقى نفتش وإن شاء الله لا يوجد سرقة ونحن عائلة واحدة وإلى غير ذلك هدأت الأصوات ونحن بهذه الصورة تقول أنا صراحة لم يكن لدي معين أو سند أستطيع أن أعتمد عليه في براءتي إلا الله سبحانه وتعالى وصاحب الزمان سلام الله عليه حتى أني تذكرت قصة يوسف عليه السلام عندما شهد هذا الشاهد وهو الطفل الصغير وقال بأن يوسف عليه السلام لم يعتدي على زليخة بل هي التي قد اعتدت عليه بهذه الصورة كنت أفكر وأقول بأن الله سبحانه وتعالى لعله برحمته ينجيني كما أنجى نبي الله يوسف عليه السلام من هذه البلية لا يوجد أحد يبرئني من هذه القضية إلا الله وصاحب الزمان سلام الله عليه على كل حال قرأت دعاء الفراج مئة مرة اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة إلى آخر الدعاء قرأته مئة مرة ولكن ماذا؟ ولكني بقلب مرتجف قلقة خائف جدا وعليك أن تخاف من الشخص الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى هي تعلم كل العلم بأني من المستحيل أن أسرق من المستحيل حتى أن زوجها لم يقتنع بكلامها أبدا وقال فلانا أنا أعرفها وهي من أهلنا من معارفنا من المستحيل أن تسرق ولكن ماذا أفعل؟ اختفى الذهب علينا جميعا أن نجده بقي الأمر ليوم يومين ثلاث أربع خمس أيام ولم نجد أثرا لهذا الذهب مطلقا وأنا في كل يوم أقرأ دعاء الفرج وأصبح البيت قلقا مضطربا الوجوه تتساءل الصمت دائما وأبدا هو الذي يخيم على جلساتنا الكل يصمت بعد ذلك ويذهب إلى غرفته بعد عناء طويل فيها العمل في الليلة السادسة وبحمد الله عز وجل وعلى قول الإمام الصادق عليه السلام ما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليهم رأيت مولايا صاحب الزمن عليه السلام في عالم الرؤيا وإذا به يدخل إلى هذه الشقة التي نحن نعيش فيها وهي شقة مناسبة ليست بس صغيرة على كل حال تقول رأيته في الباحة الأمامية وصعد إلى الشقة وبدأ ماذا قرأ يعني رفع يديه وقرأ دعاء لم أعرف كلماته يعني سمعتها ولكن لم أحفظ بعد ذلك هذه الكلمات ودعا لي بأن الله سبحانه وتعالى ينجيني منها عفوا من هذا الأمر جلست عند الصباح وأنا مسرورة جدا لأمرين أولا لرؤيتي لصاحب الزمان سلام الله عليه وهذا ليس بالشيء البسيط ثانيا لأني شعرت بأن صاحب الزمان عليه السلام حقا قريب منه يسمع ويرى ويعني من يستغيث به يغيثه من يلتج إليه يلجئه فورا وهذا هو قول يعني الإمام المهدي عليه السلام عندما قال نحن صحيح في مكاننا البعيد عنكم ولكن لا يخفى شيء من أخباركم عنه وفي هذا اليوم قبل صلاة الظهر أنا أحاول أن أختصر القصة تقول وقبل الظهر جاء أحد أقاربنا ومعه العائلة وهنا تذكرت بأن هذه العائلة كانت موجودة عندنا في تلك الليلة وهم الذين قد خرجوا من عندنا يعني كذلك عصرا وسكت لم أخبر أحد لا أستطيع أن أتهمهم وأقول بأن إحدى البنات المراهقات اللواتي كنا يعني معهم وهي من أقاربنا أيضا يعيشون هناك في تركيا معنا ربما هي التي قد تجاسرت وأخذت الذهب في حين غفل منا جميعا ونحن لا نعلم لا أستطيع أن أتكلم ولكن هم عندما دخلوا إلى البيت رأوا بأننا يعني علينا آثار الحزن الصمت السكوت إلى غير ذلك العائلة جاءت بكل هدوء الأب والأم والأخوات يعني كانت العائلة تملك فقط بنات على كل حال جلسنا وأظهرنا نوع من الفرح الباهت أمامهم وجلسنا جميعا ويعني بقوا للغداء ثم بعد ذلك شربنا شاي وسكتنا تقول وإذا بالأب يفاجئنا جميعا وقال أنا أريد أن أخبركم حول شيء معين وأريد أن أعتذر لكم كثيرا وبدأ بمقدمات كثيرة وقع في قلبي بأنه جاءت لحظة الفراج وإذا بالأب الذي هو من أهلنا من معارفنا أيضا يخرج الذهب وقال أنا أعتذر لكم كثيرا نيابة عن ابنتي هذه فتاة مراهقة ودخلت إلى غرفتي فلانا وقد سرقت منها الذهب وبقي الذهب في بيتنا نحن لا علم لنا فيه حتى رأت أمها الذهب في غرفتها وتفاجأت بأن لديها هذه المصوغات وبعد صراحة تأنيب وتقريع وكلمات غليظة وقاسية أخبرتنا بأنها قد أخذتها من فلان يعني من فلانة عندما جئنا إلى بيتكم وبحمد الله عز وجل لأن هذه الفتاة المراهقة كان في نيتها أن تخرج وتقوم ببيعه ولكن سبحان الله في اللحظات الأخيرة اكتشفتها أمها ليس هو من اكتشفتها إنما صاحب الزمان عليه السلام جعل الظروف لي مؤاتية وكشف الأمر بأكمله على كل حال زوجي وأخوته بحمد الله عز وجل عفوا عنها جميعا احتراما وتقديرا لأهلها وأسمعوها بعض الكلمات والنصائح المفيدة لها في حياتها بأن لا تفعل هذا الأمر مطلقا وكان أبوها وأمها يعني أناس محترامين ولكن وقع هذا الأمر زوجة أخ يعني زوجة أخو زوجي خجلت كثيرا ونظروا إليها يعني زوجي وأخوته نظروا إليها بنظرة عتاب شديدة وعندما خرجوا قالوا لها ألم نقل لك بأنه من المستحيل أن تفعل هذا الأمر فاعتذرت مني اعتذارا كثيرا وأنا مسرورة وأخبرتهم بالرؤية برؤية لصاحب الزمان عليه السلام وبدأ دعاء الفرج لا ينفك أبدا عن حياة اليومية لقضاء جميع الحوائج برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام